أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا أشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ladies and gents, brothers and sisters, Monarch's Islamic Society presents to you the most anticipated event of the year, the life of a Muslim. Our guest tonight is Sheikh Abdul Haydi Arwani and he has studied in the Islamic Society of Jordan and he specializes in the field of fiqh. And he currently is the imam of Al-Nuhur Masjid in Acton. But before the Sheikh begins, there will be some Quran recitation. And for the non-Muslims present, please give respect and fall silent for the one who is reciting. Sorry, brothers, there's going to be a trailer first and then there shall be Quran recitation. Thank you for your patience. Thank you. Thank you. اشتركوا في القناة شكرا في القناة امتنا اعيد وعدنا بالعلم والإيمان بالإيمان أخلاقكم كنور من قبس المدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا والعلم نور يجتري حجبت نجابوت السفينة لحوة شبآن وعدنا يجتري حجبت نجابوت السفينة لحوة شبآن وعدنا امتنا اعيد وعدنا بالعلم والإيمان لأبني مجدنا الشباب أمتنا أعيد وعدنا بالعلم والإيمان لأبني مجدنا واخذوا من التاريخ سرعيضاتي كم سنة لله لصفحاتي واخذوا من التاريخ سرعيضاتي كم سنة لله لصفحاتي هذا كتاب الله قال فأسمع قال ليس للإنساء لما سعى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا إن تتيئوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تلا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هذي إلى صرات مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلم واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نئمة الله عليكم إذ كنتم أداءا فألف فألف بين قلوبكم فأبهتم بنئمته إقوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لأن لكم تحتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى القير ويعمرون بالمعروف ويعمرون بالمعروف وينعون عن المنكر وأولئك هم المفلهون ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا الأذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ذلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في العرب وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهل لنا أمورنا يا أرحم الراحمين اللهم قال نسياننا وفقفنا في الدين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال وناعوذ بالله من حال أهل النار وأحييكم بحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم اللهم انا بحية الإسلام أعطواتي حيث أن أعطواتي أعطواتي أibi with you today وكما في أجل من بمن بالحيان أعطواتي أبدا مع يوما أصري لأخطوات لك أعقيدة والمسلمين والتكليم يبدل في المسلم أن هذا المسلم يطرون بصول ما جعل ذلك خلائه كما يقول عقيدة لا يفهم ماذا يفهم عقيدة إنه مباشرة إذا أريد أن تفهم إنه لكي تفهم ذلك عقيدة من العربية يعني أنك تتعلم يعني أنك تتعلم عن هذا المهم يجب أن تكون مباشرة ومباشرة بوجه الناس سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إذا سبحانه وتعالى ويجب أن يرحب ومن لم يشب تتعلم الله سبحانه وتعالى ونحن نصر ونحن نعرف السلام وعلم سوف نقود سبحانه وتعالى then we need to know a bit about the books of Allah subhanahu wa ta'ala and we need to know especially about the Quran because Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran not to put it on the shelf or to read it when someone died you need to carry that Quran in your heart and it as your guidance in this life so you'll succeed in this life then you need to know about the last day it for you as a student you are studying in this college every one of you he has a last day in this college which is the most important day for you when you receive your results and you go to your life to build it up the same what you will write in this life you will see it in the year after so when you write good you will see it when you write bad don't blame anyone but blame yourself